بدوره شدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني على أن المثلث الذهبي للجيش والعرش والشعب هو أحد المستهدفات التي يهدف لحمايتها قانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة لحماية التحديث العام بشقه السياسي والاقتصادي والإداري ولفت إلى أن أكثر من تسع مواد في القانون تتعلق بقضايا الأمن المالي للأمن السبراني المرتبط بالمعاملات المالية للأردنيين للتمكن من تحقيق قفزة في الفضاء الإلكتروني الحقيقة أنا استمعت بإصغاء إلى كل الآراء التي عبر عنها من قبل الذوات عضاء مجلس الآيان وأجدني حقيقة مضطر لأن أعبر عن تقديري لجميع هذه الآراء ولكن أيضا لأن أشدد على أن المثلث الذهبي للجيش والعرش والشعب هو أحد المستهدفات التي يهدف إلى حمايتها هذا القانون مشروع التحديث العام بشقه الاقتصادي والسياسي والإداري هو أحد المستهدفات التي يسعى إلى حمايتها هذا القانون هذا القانون يتضمن 41 مادة دولة الرئيس أكثر من 20 مادة تتضمن بحماية لاختراقات للبنى التحتية الأساسية من قبل هاكرز ومن قبل من يبتغي أن يعبث بالكثير من المواقع الحيوية لأجهزة الدول الأردنية وبيانات الدول الأردنية وغيرها وأن ينفذ إلى بنى تحتية من خلال الهاكينج الإلكتروني وغيره أكثر من 8 أو 9 مواد تتعلق بقضايا متعلقة بالأمان المالي للأمن السبراني المرتبط للتعاملات المالية للأردنيين وأساسية لتحقيق قفز نوعية في التحديث الإداري هذه مسار تحديث إداري وتحديث سياسي نحن نتحدث عن تبسيط إجراءات هذه تتطلب الكثير من المعاملات الإلكترونية المالية التي الآن أصبح هذا القانون ينظمها ويجرمها في إطار الحماية لها لنتمكر من تحقيق قفز إلى الفضاء الإلكتروني وذات الشيء فيما يتعلق بحماية البنى التحتية الأساسية والمصرفية والبنكية والخاصة من عبث الهاكرز الذين يدخلون ويلجون إلى هذه المواقع ثلاث مواد التي تحدثت دولة الرئيس عن قضايا مرتبطة بأنماط وأشكال التعبير وأي قراءة موضوعية للمواد الثلاث المرتبطة بأنماط وأشكال التعبير سواء كانت التعبير النقدي الذي لا يتعرض له هذا القانون بتاتاً ولا يحدده ولا يحد منه بتاتاً سيرى تماماً بأن الصياغ القانونية تتحدث بشكل أساسي عن عنصر التقصد في المادة 15 عن أن محل الحماية في المادة 15 هو أي شخص وليس موظف السلطة العامة والموظف العام المادة 15 تقول يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو عادة إرسال أو نشر أو 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 ذم أو قدح أو تحقير لأي شخص ولم تتحدث عن مسؤول في الدولة وهذه تحمي المواطن الأردني الشعب الأردني في المثلث المقدس الذي تتعرض محرماته ومحرمات بيوته إلى انتهاكات في هذا الفضاء من قبل قلة ليست صاحبة رأي دولة الرئيس ليست صاحبة رأي مثل الذوات الذين تحدثوا في مجلس الأعيان ضد أحكام هذا القاهون هؤلاء أصحاب رأي يناقشوا بالحجة من قبيل قلة صاحبة موقف وصاحب الموقف لن تغير لا رأيه ولا طريق التفكيره ولا اعتداءاته وعدوانه وإثمه على الناس من خلال أي نمط من أنماط الحوار هؤلاء أصحاب مواقف وليسوا أصحاب رأي وأصحاب مواقف قد تستهدف الدولة والمثلث الذهبي للشعب والعرش والملك وذات الشيء يسرع على المادة 16 التي تقول لكم كل من أشاع أو عزى أو نسبة قصداً ودون وجه حق قصداً ودون وجه حق روح القانون العام دولة الرئيس هذه المواد الثلاث التي تتعلق بشكل ونمط من أنماط وأشكال التعبير ويجري الحديث دولة الرئيس عن الدستور ويجتزى الحديث عن هذا الدستور العظيم المتوازن الذي يعتبر من أفضل الدستير وأكثرها تطوراً وعصريةً مع أنه صدر في الخمسينات من القرن الماضي الدستور يقول في المادة 7 كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة نقف عندها عادةً من كبير أصحاب الموقف لكن يكمل يقول أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين هي جريمة يعاقب عليها القانون ما ظل للحياة الخاصة للأردنيين ولا الحياة العامة للأردنيين حرم دولة الرئيس بفعل هذا التنمر من قبل فئة قليلة عالية الصوت في هذا الفضاء الإلكتروني للذبات أرض حاجة بالغة ومسة اليوم إلى التأطير والتنظيم الذي يحمي حرية الرأي ويحمي النقد البناء ويحمي مشروع السياسي للدولة ويحمي خطة التحديث الاقتصادي ويعزز مشروع التحديث الإداري من خلال النص على جرائم مرتبطة بالتعاملات المالية التي نحتاجها الولوج إلى إجراء أكمع عاملات إلكترونية أكثر تقلل من الفساد الصغير وتسهل وتيسر على المواطن بأن ينجز خدمات عبر الفضاء الإلكتروني في بيئة مالية آمنة وأيضا فيما يتعلق بحماية المنشآت الأساسية والبنى التحتية والبيانات من العبث الهاكرز وغيرهم في إطار أمن المعلومات وهذا القانون أي قراءة موضوعية له حتى المواد الثلاث المتعلقة بحرية الرأي ستقود أي واحد إلى الاستنتاج بأن الحماية أولا حماية عامة لا شأن لها بحماية مسؤولين وممثليين السلطات وثانيا بأنها تستهدف حماية الثلاث الشعب والعرش والجيش شكرا دورة الرؤية